من لندن ينضم إلينا وجدان عفراوي المتخصص في الملف الإيراني سيد وجدان يعني بعد تريزا ماي كانت الأمور ربما مرتبك الآن بعد بوريس جونسون هل حددت؟ هل يأخذ منح معتدل أم شديد اللهجة مع الطرف الإيراني خاصة مع وضع في الاعتبار ملف احتجاز النقلات؟ شكرا لك وشكرا لكل مشاهديك أعتقد بوريس جونسون بما أنه أيضا زار إيران حينما كان وزيرا للخارجية البريطانية زار إيران وكان هدف الزيارة هو إلى موضوع الإفراج عن النازلين الزاغري البريطانية المحتجزة في إيران من أصول إيرانية وهو التغى بالإيرانيين بشكل مباشر ولذا يعرف هو تماما نوايا الإيرانيين هو لديه موقف صالب أكثر من تيريزا ماي وإلى حد ما قريب على اتجاهات ترامب وأيضا حتى ترامب كان مؤيد لبوريس جونسون أن يكون رئيسا للوزراء البريطاني أعتقد بريطانيا ستتخذ موقف أكثر حد من تيريزا ماي وأعتقد الخطوات الأولى ما هو أسد وجدان؟ ما هو هذا الموقف؟ كيف نتلمسه؟ يعني الآن تهران تتخذ ثالث خطوات لتقليص للتزامات في الاتفاق النووي كيف تقرأ هذه الكلمات لندن؟ وما هو هذا الموقف الذي نترقب أسد وجدان؟ بالنسبة لإيران الموقف البريطاني مهم جدا وخاصة بعد الحراك البريطاني لتشكيل قوة أوروبية للملاحة الدولية في الخليج لأن هناك كانت ثلاثة مخترحات المخترح الإيراني وعلى أساس أن إيران هي من تقوم برعاية أو مصالح المضيق والخطة الثانية هي للولايات المتحدة الأمريكية هناك دول أوروبية لم ترقب بأن تكون ضمن هذه الخطة لكن الخطة الثالثة التي دعت لها بريطانيا هناك اتفاق أوروبي أمريكي وأيضا حتى من المنطقة لهذا الخطة ولذلك إيران اعتبرت هذه الخطوات بأنها تصعيدية جدا لأن بالفعل هذا التحالف سوف يشكل قوة أوروبي أمريكي بدون الطرف الألماني هاي كوماس أعلن ألمانيا لن تكون طرفا في هذه المبادرات لا الأوروبية ولا حتى الأمريكية لكن السؤال هنا يا سيد وجدان بعد كل هذه الخطوات من قبل إيران هل يصمد هذا الاتفاق أم ربما يكتبوا سطر النهاية قريبا أعتقد هو الاتفاق وإيران القادة الإيرانيين كلهم أعلنوها من الولي الفقيق خامني إلى أقل منصب بالقوات الحرص الثوري أعلنوها تماما وأيضا حتى في المجلس ورئاسة الجمهورية أعلنوا بين خروج الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى نهاية هذا النظام وأيضا كثير من التصريحات الإيرانية اعتبرت بأن أوروبا لا يمكنها أن تحل مشكلة الاقتصاد الإيراني أو الاتفاقية النووية وكثير من القادة أيضا اعتبروا بأن الدول الاتحاد الأوروبي ما هي إلا وسيط ما بين أمريكا وإيران وأنها لن تفي بأي من وعودها وسوف لن تقوم أو تقدم أي شيء بالنسبة للموضوع أو الأزمة الاقتصادية الإيرانية الاتحاد الأوروبي أيضا في الآلية المالية التي وضحها مع إيران مضى عليها أكثر من 14 شهر ولحد الآن لم يتم تفعيلها ليس هذا وأيضا حتى هناك الشركات الصغيرة التي كانت تعمل مع إيران هي الأخرى أيضا انسحبت من التجارة مع إيران لذلك أوروبا هي لا تستطيع تقدم أي شيء دون وجود الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تحل المشكلة الإيرانية ولذا إيران تعرف هذا الأمر تماما وبهذا تقوم بهذا التصعيد لأن إيران لا يمكنها أن تتحمل الأمر الواقع الموجود شكرا تأكتفي بهذا القدر وإجدان عفراوي المتخصص في الملف الإيراني ضيف شاشة الغد من لندن شكرا